السلام عليكم اليوم جاي لكم مقطع جديد اليوم جاي لكم مقطع مانكراف جديد شكرا لكم على الدعم وشكرا لكم على الكومنتاتكم وشكرا على كل شي تساوونا في القناة طيب نتكلم عن اول شي اللي هو الموب تراب الموب تراب اكتشفت اني فهمت غلط المقطع او ان المقطع كانت مصره بزيادة وجافين العيد وجايب هنا اشياء راح تفيدني ان شاء الله وش بسوي بالضبط راح تشفون اول شي سالفة الانفجار اللي صار هنا سبت اني شفت فكان الموبز يقدروا يشوفوني وشكرا لكم على الكومنتاتكم اللي فهمتني هذا الشي ثاني شي في ناس كثيرين يقولون حط تراب دور الأربع بلكات هذه وخليه مسكر عشان اللي حتى لو شفت ما يشوفك الموبز ونفس الوقت تقدر تقرب ما ادري هل اسويها ولا لا الزبدة ان البون ميل هنا يعني شي راهيب والله شي راهيب شفوك مئة البون ميل شفوك مئة يا ساتر في ناس يقولون الموب تراب غلط موب تراب مدريج شوف قاعدت فتر وسيط تجمعت هذا بس فالسالفة سالفة بلوكة اللي هنا خلووني نورقه بس مجهز اشياء كثير في هذا الحلقة بدني لا بروح مكان جديد معكم وبسوي تحديات معكم اهم شي اذا عجبكم مقطع زر لايك والاشتراك في القناة جدا مهم اشترك عشان تكمل السلسلة معنا الله يسعد هنا مثل ما تشوفون الشموع اغلبكم قال لا تحط شموع انه بتخرب المكان انا ما ادري هنا انا اصلا حاطة في النص ولا لا بس هي عبارة عن بلوكتين نص اللي بسويه بخلي هذي كلها ستون بريك عشان نغطي هذا المكان كامل اتوقع ان هذي تكفينا ان شاء الله 20 بلوكة والله ما ادري لا 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 مستهي تكفي دي خلونا نكمل بعد كل البلوكات سوي بيها الاسلاب انا بغاها بهذا الشكل عشان ما تخرب المنطقة ولا تخرب الشكل اللي يكون هنا يعني بدال الشموع يكون فيه شكل حلو ما عليكم من هذه الاطراف بس خلونا نكسر لا والله ما يكفي شكله والله شكله ما يكفي يا عيال توقعت انه بيكفي بس مره ما يكفي يعني شوفوا كمية اللي معنا بس تقريبا استاكين بفو شوفوا المنطقة بس يا سوفاتر طبعا هذا السلم هذا كله بنشيله لانه ما رح تسيد منه الاغلب قال طبعا ما رح يفيدك السلم ابدا يعني سالفت ان تقيد فوق يعني غير منطقية زي ما يقولون لانه اصلا ما في اي كوف هنا عندك يعني الكهف اللي رحت له كان عبارة عن منطقة ثاني يعني موب تحتي موب مكاني وفكرت بعد شي ثاني اللي هو تذكرون للسبونر حق السكيلتون انه نتسفيد منه ونخليه مصدر بون ميل اساسي يعني سالفت انه نقعد هنا اوكي الموب تراب مره كويس لكن ما يضمن لنا بون ميل بس يضمن لنا بون ميل واشي ثاني قم باوتر اشياء يعني ما تهمنا يبغال يبغال يمر راستون كتير شوفوا الكمية بس وانه قاعدت فترة بسيطة شوفوا كيف المشكلة اني يرسم مع المادل يشحطين هذول المايكرافت من نفسهم حاولت اني يشيله من هنا اطلح بون هات اوف ما يشيله ونحط كل شي اوف ونشوف الله ما يشيله هاب يشيله طيب انا فما ان الموب تراب شغال معنا ما ادري هلا اروح اعدل هذا الشي اللي فوق ولا لا ان الموية تكون تدف في الموب انا حطيتها تسبل كات 3 8 بلوكات فما ادري اروح ارجع طبعا ليش ما اخذ هذا البون كله عشان بس تفيد من شي ونسوي ممكن مدنك متحدي ثلاث اربع تحديات بتفيدنه مرة 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 بشكل مبطبيعي كمية البون ميل بس يا ساتر يا ساتر لازم نزرع كمية ويت مبطبيعية لان فيه تحديات كثيرة تحت متلويت فنشوف الحين بسم الله والله شي جميل يا اخي معك البون ميل للشي الاساسي اللي يسرع سلسلة والله يسرعها بشكل مبطبيعي الحمد لله اني سويت الموب تراب والله حمد لله سواء كان كويس ولا مكويس يعني شي راجع علموني في الكومنتات هل اسوي سبونر ولا لا لان في منطقة ثانية وزي كذا فاني يجين شعور اللي اه سوي منطقة ثانية ما ادريش لكن من نفس الوقت بيفيدني مرة والله اعتمد بس على المكان هذا اللي هو الموب تراب قعدنا في فترة بسيطة وشوفوا كمية البون اللي يجبنا حوالي ستاكات وفوق فمن شستين طبعا طيب خلوه النام الاغلب قال بعد عد المنطقة حقتك يقول المنطقة تجيب المرض من الآخر يعني الله ما ادري انا افكر اني اشيل المنطقة كاملة واغير مكان اللافة هذي والموية بس خايفي اني اجيب العيد يعني اوكي هذه اقدر اشيلها اقدر سوي المسطر ثاني اقدر اودي ودي غير منطقة كاملة ودي سوي اشياء كثير فلو غيرت المنطقة احتمال اللي اسوي شي مرة بيعجبكم بإذن الله هو السؤال هل بسوي او بعد المنطقة يبغالي والله يبغالي الحين باخذ الويد كامل اللي معنا اللي هنا وباخذ السيدز والميلون والله الميلون يبغالنا بعد الميلون يبغالنا 64 حبة توقع عشان خلص تحدي حقه والله اني ناس يكمل بالضبط بدنا اخذ حبة كرافتين من هنا بنرجع البون والله معنا كثير الخشم خلي معنا هذا نشيل هي كانت عبارة اثنتين اتوقع زت ثالثة هل في مكان او تحدي للبومكن ما ادري والله الجد ما ادري فلازم يطلع هذا لازم لازم بقرب وقت يطلع طيب خلونا نروح لمنطقة هذي نسوي التحديات معكم لي نقدر عليها الى ما يطلع البون لان مرة تأخر والله مشينا كثير يا عيال مشينا كثير لكن وقفنا بعدها ما سوينا ولا تحدي بسبت الموب تراب بسبت الأماكن الجديدة فيبغالنا يبغالنا الحين نخلص تحديات وبعدها نروح المكان الجديد اللي ما رحنا 64 ممتاز ناخذ هذي يعطينا سيت ممتاز يعني ما ما ماتش الفائدة يعني معنى سيت ليس تعطين زيادة هنا يقول 64 خبزة هنا و 64 او هناك 16 خبزة وهنا 64 ويت ناخذ 64 ويت ناخذ كل شيء يعطيك نفس الشيء. 32 حبة ليه. نجلب كرافتنج. ما في مكان. هنا مفروض ان نحطين. والله كذا مشكلة. كذا مشكلة. هنا كل المكان هذا ما نقدر نحط فيه كرافتنج. هل في كرافتنج هناك والله اني مدري. بس روبيل. اتوقع ان هذا يكسدون ليحط في الكرافتنج. احط كرافتنج تسع ويت يطلع لي. شكل هنا يناخذ جزر. لو ناخذ جزر بيكون شي جامد. والله شي جامد. المكان يا عيال والله يقهر. والله يقهر بشكل طبيعي. في ناس يقولون يكسر هذا السمونا الدايموند بالبكاكس الايرون. ما يتكسر. ما يمديك تكسر ولا شيء. ولا يمديك تحط ولا شيء. هذا المكان. فهذا المكان عبارة عن مكان تحديات وبس يمشي. غير كذا ما يمديك ولا تسوي ولا شيء حرفيا. فخلونا نسوي حين. هو كم كان يبي. اه اتوقع. هذا استعشر خبزة. هذا استروبيل لا توقع. هاي بيل. كم كان يبغى؟ طلع الجيح او طلع ميلون. او بقى حبه بس بقى حبه. ما ادري هل لا تحديات ولا لا بس انا ودي اخذ ستاك كذا. معنى البون معنى كل شيء حلو. جمع كمية سيز مطبيعية أو ويت مطبيعية. عشان خلصت حديات. حلو طلع حمد الله. طلع الميلون. الحمد الله حمد الله الحمد الله الحمد الله الحمد الله الحمد الله. الحين روح ذلك المكان نسوي تحديات مع هذا. اصفرو انا لم نسيت هذي كم حبه استرو بيل مادر كم كان ثمانية توقنا كان ثمانية واحد خلانا نسوي تسعة تسعة والله ما يدري اصلا انا اكتبت في ال انا ما كتعرف وش استرو بيل بس انه اكتبت في غوغل وطلع لنا هذا الهايب بيل جمعة تسع حبات يطلع لنا هذا نشوف الان بس ملح الهين ستاشر خبزة يبدين نسوي الان ناخذ أ Sta Chapeau المدعة ليس لديها الفائدة ينكس por ELLAR ط طيب كو مaggio فيلفل 64 5 اشتركوا في القناة اي شي في الموب تراب رح اجمعه يعني قاعدين نسوي اشياء مو بترتيب مثل الجزر هذا لازم نجيبه كيف نجيبه ما ادري اتوقع انه لازم نروح بمكان هذا الجديد بعدين نسوي التحدي حقه بنفس الوقت قاعدين يعطينا مثلا الفيشن جروت ما ادو شي يقصد فيها مانا 44 يعني نقدر حين نخلص صح 44, 25, 59 بقيين لست حبات او خفز حبات روح روح هنا وناخذ وناخذ البون وناخذ الاشياء هذي ويبغى 64 زهم 64 قم بودر بقي سبايدر كيف يزوي حق سبايدر كذا مشكلة يعني هنا ما يرصبنا سبايدر وانا ما كملنا هذي اسرع ما كملنا يا عيال 64 حط معا ثمانية قلنا سوفر ثاني ايش بذرنا يعني 8 حبات و 64 هذا يبغى نجمع كبستون طيب بيبرز الورق ما زرعنا اللي هو القصب بغى ن 32 ورقة يا ساتر حاول نسوي اللي نقدر عليه بو ممكن ما كان معنا 14 ما كان معنا ذا نذرات ما خلصناها هذا جاك لنترل ما دريش والله شيء جديد كثير علي بس ناخذ من البلبون نشوف ايش تطمعنا سكيليتن وولف تسبولنيك كذيب وراس سكيليتن ما شبوب من بضبوب ما ادري هنا 64 ارو 64 ارو اوب بو باور سبكترال ارو هذا ما ادري وش صراحة والله الارو ذا جديد عارف البويزن اللي مسمم عارف كم واحد ثاني بس هذا جديد علي كم باودر رأس كريفر وستود اوكي هذا الشيء اللي ما قدرنا نجيبه 32 نذراك هل نكسر منطقة ذيك ما ادري يعني ما انا نحب الدايموند ويبغانا نكسر اوبسيديون اوبسيديون اللي ما يعرف وين المنطقة حقته هي نفس الدائرة اللي رحنا لها اللي سوى القان فيها الكيف والقان فيها السبونر والقان فيها هذا الاشياء لكن كيف نجيب هذا ما ادري اوب اوب يعني هل نكسر منطقة ذي كاملة والله العظيم عندي قرر كبير الحين لاني ابغى نروح منطقة جديدة لازم لازم نبنيه لازم طيب الحمد لله جمعنا كمية يعني لا بأس فيها من ستون اللي قدر سوى ستون بريك توي اللي هو ستون سلاب ونروح نعبي هذا المكان اللي فوق ومثما تشوفون جمالتك بستون بعد عشان نوجه الى هذا المكان اللي يعلمينه فكويت انه قريب من الموب تراب يعني يمدينا نروح له على طول فيبغالي حين اشيل هذا المكان كله اللي في النص عشان سالفت الرسوان ما رسوان كمية اللي غطاناها لا بأس فيها صراحة لكن يبغانا نغطي هنا بعد ثم تشوفون هذا المكان كامل بالسلابس عشان ما يرص بنون ثم نغطيها كذا اتوقع انه كويس ما ادري انا ابغى المكان يكون منور وعموما اني بشيل هذا الشي يعني هذا كله بشيله الحين يا ساتر يا كمية ال واذب الله شوفوا كمية ذي اخر غطيها بكبستون هذي اللي بعدين بشوفوا المنطقة الجمع بغانا بغانا نسوي كذا ورقى الموضوع هنا طلع ميوزيك ديسك اوكي نشيله انا اذكر يا اخي اني طلع بضل ايام مجزر الحديد هو ما ادري زومبي والله اني ناسي هاني طلع شي نادر الزبدة يعني شي غير الا الشي اللي مفروض يطلع لكن نسيت بالضبط شكان يطلع حسنا بطولنا في سالفة اننا نروح للمكان اللي هو اهم شي حبينا يا صاحب اغلاشياء واسألتكم هل حواصة حواصة المنطقة ودي ازين الطريق للكل مكان ودي بس قاعد اقول يا اخي هذي سكاي بلوك يا اخي ما انا ما ادري والله ما ادري والله ودي اروح ارجع واخد البكاكس الايرون معي ارجع مرة ثانية الو الو اوكي خرج اهلي بنفس الوقت اختصرنا سالفة اننا لو لقينا شي نكسر على طول فانا يبغالي زي ما قلت لكم حلقة كاملة ومو حلقة كاملة خلف الكواليس اني اكسر المكان كامل اللي رحت له اللي فيه ال سبونر اكسره كامل وابقي السبونر ولا ادري هل اشو يس بونر منه ام لا ما ادري لانه شكلهم غريب إذا كنا لابسني شي ما مادري فاكتبولي تحتFd هل تشفون سبونر لازم SAW ولا كسير ذلك المكان كامل وخ Li sponar ومبلازم يعني اشيل مكان كامل اكتبولي تحت في الكمنتات الله سعدكم وهذا انا قربنا للمكان والله ما قربنا ياطة والله مرة بعيد يا ساتر لازم نشوف المنطقة جديدة والله لأني متحمس له يا رب أنها تكون مرة كويسة يا رب أوكي حتة البلكة دي ما أقدر ملع نظهر نشوف شوف منطقة يا لا لا خذ سيفي خذ سيفي أعطاني خريطة سيفي طيب يا طيب سيفي أوكي خذيت تشيس بليت حقه شو ما أقدر أخذها يعني أو لوش ألو يعني بس كده يعني نشوف تشيست ما في شي نحس أنه وراء التشيست هنا في شي مدرية كأن يعني ومعطينا خريطة أوكي أعطينا لاكس إنا أيو خذينا أعطينا خريطة خلو شو خريطة وشت المنطقة عيال هذو الش علامة أو اللي وش أوكي 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 الحين فهمت سالفة السنارة شوفوا المنطقة تحت في شي تحت هناك يا ساتر يمدينا كسر اللي والله يمدينا أوكي سبايدر أوكي 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 سكيلتون طيحنا برا العالم حلو أوبو بو وشت الموابز والله كثير أوبو بو أوبو 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 أوكي والله بيجي كثير عيال منطقة منطقة يبغال حلقة الحالة وشتا أوكي والله ذا بيجي فينا العيد لازم تحرك لازم حرك من هنا 30 يتكفي إن شاء الله كمية خشب يا إله إلا الله والله منطقة مو بطبيئية كسروا كل شيء ما أبقف تروعي شيء يا ساتر في بداية قلت أه وش تر المنطقة الفاضية كذا عرفين يبغال حلقتين يقسم بالله يعني يبغال تتكشف اللي تحت الحالة نأخذ هذه سنارة ونروح هناك والله يا منطقة يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر أتوقع أن هذه آخر منطقة لنا ومنها أن أصر المنطقة اللي هناك هذيك ما ديش وضعها لازم نبدل المكان بابسيديا ولا سوي شمعة وقسطين سوي ما ديش سوي علاعة وندخل المكان ما قد كل هذه الأشياء لازم أننا نستكشفها بنفسنا الآن بروح المكان وبشمع بعد المنطقة زي ما كانت إن شاء الله أنا نقدر حاول نشوف هل في شي تحت أو لا عشان بعدها نحرك ونروح بالسفينة والله جدي آخ المنطقة مو بطبيئية أقسم بالله مو بطبيئية حين فرصاتنا إن نشمع المكان طيب خلوني شمع المكان الحين والله تصدقون قاعد أفكر بفكرة بنت لذينة خرافية وبببو لا 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 أشتابك أنت خرش أهلي ذا ما طبيت في البحران عشان يجيني اسمع صوت السبايدر الحين أوكي بتعلقواك وليش تركيزي كل تحت أنا ما بغير ينفجر الكريبر تسمي لأشغالنا اسمع صوت الدلفين اسمع صوت الدلفين يا ساتر طيب هذا لأشي هاجم وأنا ما جيته والله جد شفوا المناطق يمين بالله حسو هذا عندي سلونلس مايني وات ليه كذا ما قدر أكسر ولا شي يا عربية طيب شكله حتى البناية يا ساتر أعطاني كذا قبل شوي هذا يسوي مهارات يا ساتر يا ساتر أقول خلونا نجمع المنطقة إن فيه خوارث هنا كثير صارت حالو طينا منطقة كمية أغراضينا حلوة ممتاز خلصت شموعنا سمتينها سوي زيادة صحي أنا ما ودي أخلي أي مكان ممشمع إن حرفي بهذلونة والله بهذلونة بشكل مطبيعي خنشوف 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 اللي فوق وشوف لازم نستكشف المكان كامل عشان لو فيه تشستات وغالبا فيه تشستات حاطنا تشست قبل مادي عشان نحط فيه الأغراض وللوش تشست فاضي هنا تشست دارك وتود قارب عشان نمشي فيه بنفس الوقت نعطينا هذا الشي هذا غلبكم قال لي في الكومنتات هذا ينقذك ويخليك إذا مت لك حياة زيادة أو شيء زكي لا أدري بالضوط بس يقولون أنه يفيد يجدك ضد التنين يعني شيء أساسي فتخيلوا معنا اثنين والله دعم والله دعم يعني تشست هنا مافي شيء بعد أتوقع أنه مافي شيء غالبا مافي شيء فوق ننزل مرة ثانية وبوبوب أنا ليش تحت الضطيح ترى ما أدري هذه 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 أبي عرف يعني الحين كذا تمشي فوت والله اني ما أدري صدق آه يا يا أخوي وش سالفة هنا كيف نسوي وذل الحين كيف الطريقة مافي طريقة نرجع المكان على طول ولا لازم نموت هنا فيه فتحة وبوبوبوب فران جستات تيتو آيلند نايس الله نايس مكان يعني يخوف يا عيال والله يخوف شكل الحلقة الجايب يكون هذا المكان يبقى لتجهزات مبطبيئية يعني قاعد أفكر أني أسوي في الأرمر آيرون لأن الموبز اللي هناك مبطبيئين يعني عندنا إلا لا لأنه زي ما قلت لكم أول شي معنا الفيسينج هذي مادير هل نستفيد منها بالصيت هذا الشي معنا اللي هو التوتم مادري إيش وين حقنا التوتم لول نحط التوتم الثاني هنا نحط الثنين بوت هنا معنا البو ومعنا هذه الأرز أنا مادير ما أخذك يعني كل شي ما أخذه حرفية كل شي ما أخذه حاليا وش نسوي نجيب قصب سكر اللي معنا أذكر لنا معنا أيو هذا معنا واحد صح بس واحد أنا أذكر يبغى ورق في التحديات ما معناه لواحد يعني مفروض أننا أصلا نزرعينها من زمان على كذا يعني وهذه المنطقة ما أدري كسرها ولا لا أشياء كثير لازم أسويها في حلقة الجاية هذه الحلقة أقسم بالله ترى طولت وأنا أصورها واللي الحين أحس أني ما سويت ذاك الشي اللي أشوفها يعني يفرق في الحلقة يعني أوكي أعدى المنطقة من فوق رحنا مكان جديد لنما أعطينا اللي ما بهذا اللي ما أدري شفايتنا يعطينا منطقة هنا نروح لها هون روح بالبوت ولا وش روح ما أدري نجيب قصب السكر نزرع هنا على البحر وإذا رسبن نجيب الرسبن الثانية ونزرع كل من كان هذا دائما نروح نجمع ساند مدري وش والله ما أدري ودي أنزل استكشاف كذا سريع والله كمئة دلافين مطبيعية أوه بموت بموت لكن بسم الله بسم الله طيب شفي أوه بوسيديان والله يا أخي لازم نذبح لازم نذبح لازم نذبح لازم نذبح لازم نذبح إنه الله يأخذ بليس نحاش نشبت أنا ما تجي لأسهم ما تجي أوحط حطني في مكان ما ألمت أنا هنا طيب هذا ما أدري ودي كسره ولا ما يجي فيه شيء أسره ما أدري بس حاطة كذا توقع ما ودي كسر لذا ما أجي بليد سوير تحت في كومنتات هل يبغال في الارمر آيرن سوير بووش كرافتين استخدام موس كرسر أو تاب بطن لإنسان أشفين أشفين صار والله أني آسف لازم نهي الحلقة هنا والله ما أجيش سويت أنا حرفيا ما أعرف يعني مشاهدي إن شاء الله سمتعتكم علموني كيف أطفي هذا الشيء اللي يزعجني وقص بلح زعجني شفه كميات موس كرافتين تشفين ما أعرف يعني مشاهدي إن شاء الله سمتعته وكتبوا لي تعجب في الكومنتات هل يبغال المنطقة الجديدة هل نروح بالفيشنج رود وفل آرمر آيرن ولا ما يحتاج ونروح ستكش في المنطقة على طول ونسوي بوشنات المشكلة كيف نسوي بوشنات ستكش في المنطقة ونرأيكم على خير في إمان الله السلام ناري ناريتر أوف بشير كيف سويتها